عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا من حضرتك. انا اسمي اماني. اه كنت عايز اسأل حضرتك كم سؤال. فضل. انا كنت عايز اسأل على كلمة مسواهم والمقوى. هل هي ما جات في لا لا ما فيهاش حاجة خالص. المسوا والمقوى. لا من عايز اقول له حضرتك ما فيهاش حاجة خالص. لغويا ما فيهاش حاجة. لانه في ناس فيه رسائل تناقلها الناس. ايوة الظبط. انا 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 قريت السؤال على طول اول محركة تفضلت بيه. تمام. فيه رسائل تناقلها الناس. وانه ما نقولش كلمة مسوا يا جماعة. اه ديت جت مع اهل النار. فبقى فبقسة مسوا. وجت مع الظالمين. بقسة مسوا الظالمين. شوف ازاي. تمام. لا. سيدنا يوسف الصديق. سيدنا يوسف الصديق. ايه. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. النبي قال عليه كده عليه الصلاة والسلام. بيقول اي سيدنا يوسف قال معاذ الله. انه ربي احسن مثواي. صح ولا لا? اه. فالقرآن له استعمالات كده جميلة اوي. له استعمالات خاصة بيه. زي ايه? زي الصيام والصوم. تمام? احنا في استخدامنا. اقول ايه? انا اه انا النهاردة الصيام. مثلا. او ان انا اقول ايه? انا اصوم. احنا عندنا الصوم والصيام هم حاجة واحدة. صح ولا لا? تمام. انما في القرآن هو بيفرق ما بين الصيام والصوم. طيب لو انا استخدمتهم لاتنين حاجة واحدة. مفيش مشكلة خالص. احنا عندنا جاءة هي اتى. واتة هي جاءة. صح ولا لا? اه. لا. القرآن له استعمال دي. بيستعمل. بيستخدم ديه في حاجة. بيستخدم ديه في حاجة تانية. النصيب حاجة. والكفل حاجة. القرآن بيستخدم ديه في حاجة. يستخدم ديه في حاجة. يقول الرجل زوجتي. ويقول امرأتي. صح ولا لا? تمام. القرآن لا. بيستخدم ديه في حاجة. يستخدم ديه في حاجة تانية. هل بقى احنا ملزمين باستخدامات القرآن? اه. يعني لو لو القرآن استخدم في بالاغلب يعني كلمة مثواي او لا مثوى استخدم كلمة مثوى في حاجة ربما تكون مش تمام انا ما استخدمش المثوى لا ما استخدمها ايه ككلمة عاديا مفاش حاجة اه اه تمام معايا انتشرت رسايل زي ايه كمان انا اقول لكم ايه عليها واحنا بنقرأ القرآن بنقرأه بالاحكام ولا لا على فكرة ده خاص بالقرآن بس يعني مثلا مش خاص بالسنة يعني مش لما اجي مثلا اقول حديث اتقي الله حيث ما كنت لا انا ما بقولوش لا لا بالغنى ولا بالاخفاء ولا لا بقرأه عادي انما القرآن لا القرآن لما نقرأه الورد للقرآن ايه ترطيل الدعاء لا عارف الناس لما بتجيدي اللهم اهدنا في من هديه نقول له ليه يعني اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه من غير غنى يعني معايا فهناك القرآن استخدم بعض الجمل او بعض الكلمات استخدامات خاصة بالقرآن انت عارفة انه حاس عارفة انه ايه النحاس 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 اوه عارفة يعني او طبعا النحاس اللي في القرآن غير النحاس بتاعنا شفت ازاي ازاي يعني يعني يرسلوا عليكم شواظ من نار ونحاس مش النحاس اللي هو النحاس بتاعنا شفت ازاي انما النحاس اللي في القرآن آتوني افرغ عليه قطرة القطرة هو النحاس فالقرآن له استخدامات لوحده شوفوا ازاي فعشان لازم ناخد بالنا من الموضوع ده ففي بعض الناس بياخد بعض الكلمات القرآنية ويفرضها على الناس وقولهم لا اوعوا تقولوا دي ما تقولوش دي لا الكلام ده غير صحيح طب الحمد لله ناصح الحمد لله ماشي يا وستاذة طب السؤال اللي حدرت انا ابني حوالي 33 سنة هو مشكلته ان هو ما بيصليش بص كل شيء فيه جميل جدا امانة اخلاق احترام برب والدي جدا جدا لكن مشكلة الصلاة معي هل الام والاب هنا بياخدوا يعني عند ربنا يعني زند بحاجة زي كده انت حضرتك 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 معاك موبايل تمام معاك موبايل صح اي اي عملا له باسورد اي طب كويس اوي الموبايل ده بقى انت حطه في القرآن وحطه في مكتبة اسلامية وحطه في كل حاجة حلوة تمام طيب من غير باسورد هدخله ازاي ده طيب لا انا عرفش نعمل بي اي حاجة تمام صح تمام نقدر نعمل بي حاجة لا يعني انا موبايلي له باسورد حطت عليه بقى مكتبات وحطت وحطت ملفات طيب من غير باسورد هنعمل اي قيمة الملفات دي مش هنقدر نوصل لها صح تمام هي الصلاة هي الباسورد اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فتح بتصلي اه افتح الملف بقى نشتغل يغفر ويعفو ويسامح ويجبر الخلل بتاعنا بس الاول بيتصلي شفت ازاي احنا دلوقتي بص يا ست الكل بص يا ست الكل صلي على النبي على السلام احنا خلينا نتكلم كلام عملي احنا مش بنتكلم مسئولية مين يعني هو مسئوليته هو اللي يتحاسب ولا مسئوليته الاب هو اللي يتحاسب ولا الام ولا المجتمع ولا المدرسة ولا الجامع ولا احنا ممكنش في مسئوليته دلوقتي احنا بنتكلم احنا في واحد دلوقتي مريض اه نقلوه المستشفى قسم الطوارئ في الاستقبال القضية دلوقتي ان احنا عايزين نوقف النزيف احنا عايزين نعالجه دلوقتي تمام قضية مين اللي خبطوا اصل ايه طب يحكولنا طب هو مش ده مش ده موضوعنا دلوقتي احنا عايزين نتكاتف كلنا ولما يبقى في حد وسطنا مش بيصلي لأ نخوته بقى انا هنصحه وطيب خطره واقوله وشوية خوفه وشوية رغبه وربنا قال والنبي عمل وانت حضرتك هيجي من برة يلاقيك زعلانا كده وغدا جنب ليه يا ماما ما لا زعلانا منك لأ تصلي الاو تصلي وبعدين نتكلم لأ ما انت ما يخلصكش ان انا نروح النار لأ يا ابن ما ينفعش كزا يجي بابا والده يلاقي بيكلمه نفس الموضوع يجي صحابه لا 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 انا ما قدرش يمشي مع واحد يبقى صاحبي ما بيصليش عارفة نتكاتف كلنا ادى رقم واحد خش بقى على رقم اتنين هو ليه ما بيصليش السؤال يمكن ما بيعرفش يصلي لا بالعكس لا خد بالك ده انا زمان وبيشح لكتير يعني بيحاول انه لم يتكلم في الدين وخالصة لما بيسافت برة بيشح لهم انما انا مستغربة خد بالك ان في بعض انا ولا حضرتك انا ليه سألت السؤال ده خد بالك ان في بعض الامور بيتعرض لها الشاب قد لا يفصح عن هذه الامور لأقرب الناس لي بتبق يعني مثلا مثلا انا انا في حياتي شفت ناس مثلا ما تصليش فقولوا انت ليه ما بتصليش يقول لي يعني ابر ربنا وانا بنجاسة فقولوا ليه يعني واحد كبير فالاقي مسلا هو عنده مشكلة في المثانة فكل شوية ينقط 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 فهو بيتخان وما اقدرش يقف قدام ربنا كده فنقولوا لا ده انت مسموح لك كذا وكذا 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 فيه واحدة ما بتصليش متخيلا ان عندها دم دورة لا بيصلي انا 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 بديكي بس مثال انا مش بكلم على حالة ابنك بس على فكرة اه انا بكلم بصفة عامة رقم اتنين اللي ما بيصليش ده لازم نقعد نعرف ايه اللي بيحول بينه وبين الصلاة هل هناك اسباب مرضية هل هناك اسباب نفسية هل هناك اسباب انه مش عارف التشاهد حضرتك ابنك لا عارف كل حاجة طب نشوف يمكن فيه اسباب نفسية طب نشوف يمكن وهو رايح يصلي كده فيه جن بياخده من ايدي اقوله والله انا مدخلك الجامع مثلا نشوف اه بقدبالك اه يبقى رقم اتنين ما هو السبب يا ابن الناس في انك ما بتصليش ده لازم نعمل مع الحوار ده ايه السبب طب قولي اصلا انا بحس بخنقة لما باجي اصلي حلو اقول لك انا بقى على شوية حاجات تعملها تضيع الخنقة شفت ازاي لا مش ده يعني دايما الرد بتاعه دي حاجة ما بيني وما بين ربنا يعني وبيصلي بجمع بس حلو اه انا هقوله انا هقوله بقى حاجة ما بينك وما بين ربنا اهل ما بينك وما بين ربنا ده بقى ربنا هو اللي امرنا والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا في مركب واحدة يننجو مع بعض ينغرق مع بعض ما لهاش حل في حديث في صحي البخاري بيقولي الكلام ده يا ابن بص ما بيش حاجة اسمها كده زي ايه انا خش البيت براحت في اي وقت لا يا حبيبي ده بيت احنا كلنا شركاء فيه شوف ازاي ما نبقاش راجبين عربية واحدة يقولي انا افتح الباب في اي وقت لا ده مش من حق احنا كلنا شركاء فيه ازاي ربنا فانا عايز اسأله انت ليه ما بتصليش اكيد عنده سبب انا بقى لما بدردش معاه بعرف ايه السبب ده سبب عقدي سبب نفسي سبب موسوس سبب عنده مشكلة لازم نحلها له لانه مفيش حاجة ملهاش سبب مكسل اقول له ايه علاج الكسل اه اه ايه دي المشكلة واخدبال حضرتك طيب يعني انا كنت عارفة انه سيدنا نوح ما عارفش يعني ايه دي ابنه انا انا كنت كل الموضوع انا وبابا بنتكلم في حتة هل علينا احنا ذنب العب والام شوفي ان احنا بنصلي الحمد لله واخته بتصلي وبابا بيصلي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي ايه وامر اهلك بالصلاة يبقى مسئولية النبي انه يعمل ايه يؤمر يأمر اهله بالصلاة صح؟ صح بعد كده واستبر علي طيب انا واحد امر واحد جاء انه بيأمر بس هما ما بيصلوش هو ادى الذي عليه شوف ازاي قال له فاذكر انما انت ايه مذكر لست عليهم بمسيطر قال له في اية تالتة ان عليك الا البلاغ انت تبلغ انت توصل الرسالة كل شوي يا ابني صلي يا ابني عشان خطري ام صلي شوية بالترغيب شوية بالترهيب لا انا مش اقعد معك لا انا مش اكل معك في طبق واحد اصلا ما ينفعش اكل مع واحد في طبق واحد هما بيصليش اصلي شوية شد وشوية ارخي شوية شد وشوية ارخي وكل شوية ابله وكل شوية اقمر واقمر اهلك بالصلاة وبعدين الوص طبر عليها فيبقى كل واحد له مسئولية تمام؟ تمام طيب السؤال اللي كنت عاد سأل حضرتك انا مبارة الفتحة الوالدي الله يرحمه الله يرحمه رحمتنا واسعة يا رب هل الفتحة دي عايز اقول له عماتي والجدتي والجدودي ايا كان يعني وخالاتي هل الفتحة لازم اعضار الفتحة لكل واحد فيهم ولا الفتحة دي لجميع اموتنا الفاتحة ان ربنا يرحم ابأنا ويغفر لامهتنا ويرحم اموت المسلمين اجمعين ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضا من رياض الجنة ويلا نقرأ الفاتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبقى فاتحة يطراحم بها الجميع ان شاء الله ربنا يقبر خطرك ويكرمك ويهديلك ابنك ويجعله من الذين يحافظون على الصلوات يا رب دعواتك ان شاء الله ربنا يهديه ويشرح صدره ويحببه في الصلاة ان شاء الله يا رب متشكرا على لقاء الخميس اللي أنا بستطيع انت على رسمه على رسمه شكرا شكرا ربنا يكبر خطرك شكرا يا هاني متفضلي السلام عليكم السلام عليكم هذه هذه هي الدنيا يا حضرات لازم نتراحم فيها لازم نطول بالنا على بعض ولازم زي ما القرآن بيقول وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ مِنْكُمْ الْمِنْهِنَا لِلْبَيَانِ يعني ايه؟ يعني يا ايها المؤمنون ايوه لتكونوا دعاة الى الخير وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ يعني مش معقول احنا المؤمنين وعايزين ندعو الى الخير وتعاليم الاسلام وتعاليم سيدنا النبي فهنروح نجيب ناس من برانا نقول لهم تعالوا يا جماعة واشرحوا للناس احاديث النبي ازاي يعني؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ يعني من المؤمنين يعني انتم المؤمنين مش من غيركم يعني امتٌ يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المكن ولما تقرأ في الاية العظيمة الجليلة كنتم خير أمة اخرجت للناس تعرف احنا ليه خير أمة؟ ليه يا رب احنا خير أمة اخرجت للناس؟ التأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لازم نحص بعض على الخير بس خدوا بالكم بمنتهى اللطف قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك ازاي رب ألب الحكمة والموعظة الحسنة طبعا ازين نتناقش الوجادلهم بالتي هي أحسنة